أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تمثل أساساً لمنطلقات العمل الحكومي بهدف تحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وازدهار الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدة أيده الله وقال سموه إن التوجيه الملكي السامي بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية كان هدفاً للحكومة منذ أن وجه جلالته بذلك في ديسمبر عام 2013 والذي على إثره تم وضع الخطط وتوفير الحلول التمويلية بما يكفل الإصراع في تنفيذ التوجيه الملكي السامي وهو ما تحقق اليوم بفضل العمل المخلص وتعاون جميع الجهات المعنية والذي كان ثمرته ولله الحمد الانتهاء من تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير أربعين ألف وحدة إسكانية للمواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل والسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمناسبة الانتهاء من تنفيذ توجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية حيث نوه سمو بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الإسكان والجهات الحكومية المساندة طوال هذه الفترة من أجل تحقيق هذا التوجيه وعملهم المستمر للوصول إلى هذا الهدف السامي مؤكدا سموه أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل دوما لتنفيذ التطلعات والأهداف المنشودة بكل حرفية وإتقان لافتا سموه إلى أن المساعي مستمرة لصياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بأؤترة الإنجاز عبر الشراكة مع القطاع الخاص وأعرب سموه عن تقديره لمختلف الجهود الوطنية وكافة العاملين في وزارة الإسكان والجهات المساندة على ما بذلوه من تنفيذ متواصل وعمل دؤوب لتحقيق الغايات الموضوعة وفق مددها الزمنية المخطط لها مؤكدا أن أبناء الوطن هم محل فخر واعتزاز دائما لما لهم من أثر بالغ في تحقيق المنجزات المتوالية ترجمة نانسي قنقر